قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع ذلك الرجل عنده نوع تفريض وتقصير فقال له الحسن كم تبلغ من العمر قال سبتيس قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الحسن أو تعرف تفسيره هل تعرف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون قال وما تفسيره وفعلا كثير من الناس ربما يقول أذكار مسلوعة ويكررها لكنه لا يعرف معناها ومدلولها قال أو تعرف تفسيره قال وما تفسيره قال إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا انتبه الرجل وأحس أنه ينبغي عليه أن يتدارك فقال مخاطبا الحسن ما الحيلة؟ عطني المخرج ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه